سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة في مزمور 25 بيقول كتب المزمور كده في مناجاه مع الرب بيقوله رب دربني في حقك وعلمني فإنك أنت الإله مخلصي وإياك أرجو طول النهار وفي مزمور آخر بيقوله لتكن يا رب رحمتك علينا بمقتدى رجاءنا فيك النهاردة الآيتين دول أنا بصلي أن الرب يفتح عينيك وقلبك عليها رحمة الرب المتجددة في حياتنا كل يوم نعمة من عند الرب محبته نعمة من عند الرب لكن أيضا رجاءك في الرب يجعلك ترى الرحمات اللي بتتجدد كل يوم في حياتك يجعلك ترى خلاص الرب كل يوم في حياتك فاليوم بصلي أن يكون رجائك ورجائك وتعلقك بالرب سبب شفاء ونعمة وبركات روحية ومادية تعينك وتعينك على رؤية القادم عن طريق رجائك في ملك الملوك ومن قال أنه هو الطريق والحق والحياة دي صلاة قلبي ليكم ولينا النهاردة حلقة النهاردة بعنوان الانتحار واليأس موضوع الحلقة صعب وبيمثل كثيرين مننا سواء كنا في الشرق ولا في الغرب حاجات ما بنتكلمش عنها كتير في الشرق عندنا لكن هنا أو في الغرب عموما الناس بتتكلم في الموضوع ده وبتبحثوا وبتبقى عندها يعني بيكونوا أكثر انفتاحا في بحث الموضوع ده كموضوع اجتماعي أو كموضوع عائلي أو يعني محدش بيتكسف يخبي ده لأنها مشكلة إنسانية اجتماعية هامة جدا بتؤثر على حياة الإنسان بشكل مباشر وبتأثر على عائلات كتيرة فيه ناس كتير بتعاني من أثار وخبرات مؤلمة مرتبطة بالانتحار أو بيعانوا من حالة من اليأس بيقودهم هذا التفكير إلى فكرة الانتحار أو إزاء النفس النهاردة أنا حابة أقول لك قبل ما نبتدي في الموضوع هو أقول لك انتظروا الرب الرب عنده رسالة خاصة ليك وليك للرجاء والشفاء والمعونة بصلي إنه يكون النهاردة رجاءك في الرب وهو معونتك وإنقاذك من يد العدو خليني الأول أروح لخبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة عندي خبرين عشان يعني كانوا خبرين مهمين الأول هو تعليق وإضافة على التطورات في حادث العوجة اللي هي منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل اللي حبيت إن أنا أشاركوا معاكم النهاردة هو إعلان إسرائيل عن نتيجة التحقيقات في الأمر ده بيقولوا كده إنهم انتهوا من التحقيق ووصلوا إلى النتيجة دي إنه محمد صلاح كان متعمد قتل الجنود الإسرائيليين على طبعا يعني ده غير الاحتمالات اللي قدمتها السلطات المصرية والناس اللي تكلموا في الموضوع ده عن وجود مهربين مخدرات الكلام ده إسرائيل لم يعني تضيفوا لأي من الحقائق اللي حطوها في تحليلهم للحدث كان فيه جملة وقفتني واللي خلتني بالأكتر أبعازة أشارك معاكم النتائج التحقيق ده بيقول كده الناس اللي شافوا الجثة وحللوا الموضوع في إسرائيل قالوا إن محمد كان معاه بندوقية ومصحف وسكينة هو ده كل ما كان يحمله محمد الأمر دال على فكرة إن العملية كانت عملية انتحارية وده بيأكد ده ولكن أيضا هو مثل رمزي لما يجعله الفكر الإسلامي الفكرة الأولى في حياة الشباب دول يضحي بنفسه عشان هذا الإله يعيش يضحي بنفسه علشان أكذوبة الحياة اللي هيخدها في الجنة فأدواته مش هتكون لا محبة ولا سلام ولا تعاطف ولا غفران ولا الحاجات اللي الله عايزك تعيش بيها دي كلها أدوات للبناء لكن بندوقية والمصحف والسكينة من أدوات الهدم في حياة الإنسان المسلم فهي دي يعني كمان يعني التقابل في إنه ده اسمه محمد واللي بيتبعه اسمه محمد وهي برضو المصحف والسكينة والسيف هو اللي كان بيحمله محمد يعني أذبي الكاثرين وأولهم الشباب دول جيش الدفاع الإسرائيلي بيقول كده كشفت التحقيق أنه بتكلموا على اليوم اللي حصل في الحدثة توغل شرطي مصري داخل الحدود الإسرائيلية عبر معبر أمني في السياج ثم أطلق النار بعدها على اتنين من الجنود الإسرائيليين الذين تواجدوا في المنطقة ما أصفر عن مقتل مجند ومجندة وبعد ساعات قليلة شهد المخرب وأطلق النار من مسافة بعيدة باتجاه قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار أصفر عن مقتل جندي ثالث من الجيش الإسرائيلي وإصابة آخر واللي حصل بأن هم أتلوا بعد كده منذ اللحظة التي تم فيها التعرف على المخرب في محيط المنطقة التي تواجد فيها مسافرون إسرائيليون سمعت القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة أنه سعت القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة للتواصل معه وتصرفت بحزم حتى تحيده وأكد جيش الدفاع أن الجنود المصريين انتبهوا بقى أكد جيش الدفاع أن الجنود المصريين لم يعودوا محل ثقة وأنه سيتموا التعامل معهم مباشرة محمد أنهى حطم عمل بقاله سنين بيتبري بين أهم بلدين في المنطقة العربية محمد كسر كل السلام اللي تبانى كل الخطوات اللي تبانت كل الثقة اللي تبانت اللي سعى لها الجهتين البلدين كانوا بيشتغلوا على نفس العمل خطة محمد اللي خدها من إيمانه وكراهيته لشعب إسرائيل ولليهود وإصراره على أنه يخرج محارب ويكسب جنديين تلاتة الجنة حطمت عمل سنوات بدأ قبل أن يولد محمد أصلا علشان كده أنا في الحلقة اللي فاتت قلت أنه اللي عمل محمد كان مرتب وأنه اللي عمل محمد كان عمل انتحاري يتوافق جدا مع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ده نوع من الانتحار وإزهاق النفس بالباطل بالباطل لأنه ما كانش بينه وبين أي حد من الناس دي نزاع لا شخصي ولا دولي فده نوع من الانتحار اللي يمجده دين ولكنه في الآخر أزهق حياة بشر ما كان لهم شأي زنب ومنهم محمد اللي كان اللي هو ضحية الإسلام هو نفسه هو مسؤول عن الجريمة اللي عملها صحيح لكنه ضحية فكر وثقافة يجب أن احنا نسعى لأننا نغيرها في مجتمعاتنا وفي حياة أولادنا والشباب اللي بنربيه اليوم ما تكرهش شخص على علاته وإلا زيك زي اللي بيقتل على الهوية ده عمل انتحاري وأثاره أثار دمار سيعاني منها أجيال قادمة بصلي أن الله يعطي شفاء على الجانبين ويعطي حكمة للقادة أن هما يستمروا في البناء ولا يدعوا حادث زي كده يكسر العلاقات ويخرب اللي بيتبيني يبقى له سنين الخبر الثاني بقى هو أيضا خبر يعني هام جدا حصل الأسبوع ده محزن جدا خبر القارب الغرق فيه على قريبا من بقرب اليونان يعني وبيقولوا أنه قارب المهجرين ده كان فيه أكثر من 700 شخص القارب غرق وتقريبا اللي نجيه يمكن 100 شخص والباقي لسه مش لقينهم واللي فعلا تأكدوا أنه هما ماتوا أو الجثث اللي انتشالوها يمكن تقريبا 80 جثثة أو يعني أكثر من كده شوي فاليأس اللي بيمر بين الناس لأنه هما يضعوا نفسهم في قارب يرميهم على حدود اليونان ولا إيطاليا ولا أي دولة تانية ويدخلوا بقى من غابات ويدخلوا يهربوا نفسهم داخل البلاد دي ويطبض عليهم وممكن يرجعوا تاني وممكن يتحطوا في معسكرات ويعودوا سنين في المعسكرات دي يعني شيء مرعب جدا أنا عارفة أنه فيه أمور صعبة الناس بتمر بيها وبيبقوا عايزين حياة أفضل لكن المخاطرة دي بتوريك مدى اليأس مدى الألم مدى الدمار النفسي اللي بيضع ناس دي كده في موجهة الموت كنت أفهم ده لما كانت الحرب قايمة مثلا في سوريا والناس بالفعل بتهرب من الموت إلى الموت لكن أحيانا بيعيشوا فأنا فهمة عندك داعش بتتبح وتقتل في الناس لكن الآن اليأس هو الدافع الفقر هو الدافع خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده يعني المشاهد اللي كانوا الناس إزاي بينتشلوهم وإزاي الأحداث اللي حصلت والناس اللي لسه تيهين ومش عارفين حيلاقوا ليهم بقايا ولا لا احنا شايفين هنا أنه في محاولات لإنقاذ الناس اللي التقتوا مثلا من عبرات كانت موجودة عملوا خيام على المواني علشان خاطر يعالجوا الناس أو يسعفوا الناس اللي يقدروا يسعفوهم من ضمن الحاجات اللي شاركون بيها في التقرير ده إنه القارب ده مثلا كان هدفه يروح إيطاليا فكان القوارب متكدسة جدا فكانوا مثلا اليونانيين يحاولوا ينقذوا الناس يقولونهم اطلعوا من القارب نحطوكوا على البر فيرفضوا يقولوا لا احنا عايزين نروح إيطاليا مش عايزين احنا عندنا هدف هيكمله وفي الأغلب ما بيطلعوش وأيضا الناس اللي بتهرب الناس دي بتاخد منهم مبالغ طائلة جدا وبيهربوهم في مراكب بالشكل ده يعني إذا المركب ما تخرمش وقعت انت ممكن تقع من موجة في وسط البحر ومحدش يعرف عنك حاجة وده في الأغلب اللي بيحصل للناس دي اللي بيدفع الناس ده المخاطرات يعني الشديدة دي اللي فيها خسائر العالم كله بيتكلم دلوقتي على كم الناس اللي ماتوا بسبب اليأس والخوف والفقر فده نوع من أنواع الانتحار تضحية بالنفس لإني يقست من الحياة ولا أجد طريق أصلح أو قوة داخلي أصلح بها حياتي دي مؤامرة على الحياة يعني مقامرة مش مؤامرة يعني بيلعب أمار بحياته اللي بيعمل كده دي مقامرة بحياتك وأحيانا أطفال أنا شفت بعض الفيديوهات بيطلعوا ناس يعني مسنين فمثلا واحد طالع بابنه وابوه ومراته العائل بيروح ويفضل بقى الأب الكبير ده هيعمل ايه يعني مخطرات كتيرة جدا ولكن أحيانا اليأس وعدم السماح لله إنه يقود حياتك بيدفعنا إننا نعمل اختيارات بالشكل ده عايزة أقول إنه في كتير من العابرين مثلا خرجوا بالطريقة دي إحنا قدمنا حلقة العائلة خرجت في قارب وسميناه قارب من قوارب النجاة لكن مش كل مرة ده بينجح مش كل مرة يجب إنك تضع نفسك في المخاطرة دي أنا بصلي إن الله يجد مخارج لأهلينا في الدول العربية جميعا يعني الناس الموجودين في القارب ده كانوا مش عارفة إزاي أفغان وسوريين ومصريين مش عارفة التجميع دي كانت إزاي ربنا يتدخل وتعزينا لكل الناس اللي فقدوا أهلهم في الحادث الباشع ده وبصلي إن الله يقود الدول دي لإنها تضع حد للحوادث الانتحارية دي خلينا دلوقتي ننتقل بقى لموضوع الحلقة وهو الانتحار واليأس واليأس أنا من فترة طويلة وأنا بفكر في الموضوع ده وأهمية طرحوا عليكم مش من ناحية الحلال والحرام والدين بيقول إيه وكده لكن أنا عايزة تكلم من ناحية الرجاء واليأس وإلى أين يقود الإنسان فكرة عندك رجاء عايش مع الله رجاءك في مين؟ رجاءك في فلوسك؟ رجاءك في عيلتك؟ رجاءك في دينك؟ في عملك؟ ولا رجاءك في إله يعيش معك وتعيش معه؟ فالرجاء يقودنا إلى إننا نصارع أحيانا في الحياة وننجح بس أين هذا الرجاء؟ في مين هذا الرجاء؟ هل الرجاء ده في صاحب السلطان؟ الرب يسوع المسيح لما وعدنا إنه هو أما قال كده في يحنى قال إنه هو لا أترككم يا تاما أنا مش هسيبكم لوحدكم أبدا أنا حيكون فيكم روحي اللي يقودكم ويقدسكم ويطهركم ويرشدكم حيكون رجاءكم في أنا مركز حياتكم فنفسي النهار ده إنه نرى الرجاء بدل اليأس ولكن أيضا لازم نشوف إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان تسهل عليه نفسه كده أو ترخص في عينيه نفسه كده أو ما يكونش فاهم قيمة نفسه في عينينا الله كده فيه ناس بتبقى شايفة نفسها ليها قيمة كبيرة في عينيه نفسها وده يعني بيخليهم يبقى عندهم انفصال عن الواقع أحيانا لكن فيه ناس لا ترى لنفسها أي قيمة خالص لا في عينين أهلها ولا في عينين المجتمع ولا في عينين حد بتحبه لأسباب كتيرة مثلا أي الأسباب متعددة لكن فيه ناس بتشعر بكده ممكن تبقى الأسباب نفسية ممكن تبقى الأسباب حالة مرضية اكتئاب ممكن تبقى أسباب اجتماعية حقيقية وضعت الإنسان ده في وضع صعب جدا الحل الوحيد للإنسان ده إنه يجد قيمة نفسه هي عيون المسيح هي محبة المسيح اللي بدل نفسه من أجل أبنائه إنك تجد نفسك لك قيمة في عينين الله لإنك ابنه هو ده اللي هيشيلك على طول الخط خلينا ننظر لمشكلة الانتحار ويعني عظم ثقل المشكلة دي في المجتمعات العالمية كلها منظمة الصحة العالمية بتقول إنه نسب الانتحار عالية جدا في العالم بيقولوا كده إنه تقريبا 703 ألف حالة كل عام يعني تقريبا 3-4 مليون حالة في العالم ما بين الشرق والغرب بيموتوا بسبب الانتحار النسب الانتحار عالية جدا في سن من 10 ل30 10 سنين ل30 سنة أعلى نسب الانتحار من الإحصائيات التانية الغريبة جدا الحقيقة صدمتني إنه تلتين المنتحرين من الرجال تلتين المنتحرين من الرجال كيف يجد الرجل نفسه في حالة من عدم الرجاء وعدم الاحتمال وقلت الحيلة وقلت القوة لأنه ما عندوش فلوس لأنه عندو حالة نفسية لا أسباب كتير هنتكلم على الأسباب دي الناس كانت ممكن تتوقع إنه الأكتر يكونوا الستات لكن الأكتر هم الرجال ودي كارثة كبيرة بيقولك إنه 58% من الحالات قبل الـ 50 والنسبة الأكبر من 10 لـ 30 الإحصائيات بتقول إن الانتحار هو السبب الرابع في نسب الوفاة عالميا يعني دي نسبة عالية جدا إنه يعني مثلا إذا كانت النسب الوفاة هي مثلا النسبة الأولى العالية هتكون لكبر السن مثلا يعني أنا مش عارف هي إيه بصراحة لكن أو مثلا وباء سرطان أي حاجة لكن النسبة الرابعة تكون هي الانتحار دي نسبة كبيرة جدا في نسب الوفيات فمصر والأردن اللي اتنين بيعتبروا من أكتر الدول العربية أو من أعلاها في أرقام المنتحرين الثقافة هنا بقى بتختلف أنا النهاردة يعني أعيزاكوا تسمعوا معلومات علشان نواجه اللي احنا الحاجات المسكوطة عنها زي ما قلت في الأول في الغرب بنقدر نتكلم في ده وبيبقى عندنا نسبة حقيقية وبيبقى عندنا بحس الأسباب إيه اللي حصل في حياة الشخص ده عشان يصل للموضوع ده وإزاي نحله لو لكن في الغرب ما بنعملش كده وهديكم مثل في مقالة كتب عن الموضوع ده في تعليقات من خبراء مصريين وخبراء في الأردن وكده وقفني شوية الخبير الأردني وهو أعتقد دكتور نفساني فكان بيقول إنه نسبة الانتحار عالية جدا بين الرجال برضو في الأردن وكده وإنه أكتر الناس بتروح على كبري معين في الأردن ويرموا نفسه فالناس بتتلم ويوقفوا اللي بيحاول الانتحار ده ويمنعوا من إنه ينتحروا وقلوا يا عم يصلي على النبي بقى ومش عارف إيه وكلمتين من هنا ويروحوه وبتاعه وخلاص وانتها الأمر على كده وبيقول كده إنه دي من أسوأ الحاجات اللي بتحصل ليه بقى لأنه المنتحر بنقدر نوقفه قبل ما لو قدرت توقفه قبل ما ينتحر ماشي كويس دي خطوة رائعة جدا لكن ما عندناش أساليب لمعالجة هذا الشخص ومتابعته أو إنه يكون هذا الشخص في بيته من الأول أهلوا عندهم علم كافي دراية كافية محبة كافية فهم كافي لإحتياجه لإنه يتعالج لإحتياجه لإنه يتحب لإحتياجه لإنه يساعد لإحتياجه لإنه يجد رجاء لإحتياجه لإنه يجد الله مثلا احنا بنتكلم لأ على الحرام والحلال وبالتأكيد هتفقد خلودك ومش هتدخل الجنة ومش هتشوف النار وكلام من ده وانه اللي هيقتل نفسه بقالة حد هيفضل يقتل نفسه في النار بالقالة دي كل شوية كلام فاضي فكرة تخويف ترهيب ولكن ليس هناك بحث عن حل يجعل الناس يجدوا طريق للرجعة دي من الحاجات اللي لازم تتغير في المجتمعات الشرقية بنكسف نتكلم عنها ليه بقى؟ هقول ليه بنكسف نتكلم عنها لأنه أسباب الانتحار فيها حاجات تكسف كتير اجتماعيا وعموما يعني احنا في دول بتخجل من أنها تتكلم في حقيقة مشاكلها فمثلا لو عندي طفل عنده عاقة ببقى بيبقوا الناس مكسوفين أنا ما ببقاش مكسوفة ولا اي حاجة لكن اهو اللي بنعرفه يبقوا الناس مكسوفين يفتكروا يعني لعنة ولا يفتكروا حاجة الطفل ده حصلوا ده علشان قطر يبقى درس ليهم عقاب ليهم وهكذا فالناس ما بتاخدش بالها أنه الاضطرابات النفسية دي كل الناس بتعنيها فحتى الاضطرابات النفسية بيخبوها يكسفوا تكلموا فيها أهم الأسباب اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة هي الاضطرابات النفسية اللي بتسبب المشاكل في النسب الأعلى في الانتحار وخاصة في وسط الشباب فالاضطرابات النفسية مش كلها يعني حاجات مشاعر فقط لكن في اضطرابات نفسية بيبقى ليها زي سبب جسدي فيزيكال فمثلا أحد العضوي يعني سبب عضوي في أحد علماء النفس كاتب كتاب في الموضوع ده فبيقول أنه الصحة النفسية مرتبطة بالصحة العقلية والصحة العقلية دي حاجة الأهل بيشتغلوا عليها مع الأبناء بيعلموا الصح والغلط بيعلموا يفكر الصح ازاي بيشوفوا لما يكون عنده اضطرابات زايدة في ناحية معينة فيتعامل مع الجهة دي في حياته ولو عنده خوف شديد مثلا فنفهم الخوف ده جاي منين نتعامل مع الأمر ده نعالج الأمر ده لحد ما نوصله لمكان سوي أو أنه نترك الأمر ده فتبقى الاضطرابات العقلية والعضوية يعني ممكن تزيد لما الاكتئاب يزيد والاضطرابات تزيد ممكن ده يتحول من مرض نفسي لمرض عضوي ممكن بيقول كمان الكاتب أنه في ناس ممكن يحصل لها اضطراب مثلا مرتبط جدا بالكونكاشن ده اللي هو أما حد يخبط دماغه ويجيله ارتجاك في المخ كتير من المنتحرين بيبقى جالهم في يوم من الأيام ارتجاك في المخ شديد مثلا علشان كده يجب أنه يعالج اللي عنده ارتجاك شديد في المخ علشان كده بننتبه لده الأطفال بتقع كل يوم فلازم الأهالي يبقوا وعيين ففيه جزءين جزء نفسي جزء اجتماعي جزء عضوي من أهم الحاجات اللي بتنتج اضطرابات نفسية أحيانا هو التنمر التنمر اللي بيمر بيه الأولاد والبنات في المدرسة مع الأصدقاء سوري السود مع أصدقائهم في النادي في المجالات الاجتماعية حتى أصدقائهم حتى أهلهم الأطفال اللي زيهم في العيلة السود يا جماعي فالتنمر ده بيأثر على نفسية الأطفال بشكل غير عادي وإحنا بنحارب ده كلنا في المجتمع دلوقتي أنا شايفة كتير في الناس في المجتمعات العربية بيحاربوا التنمر ولكن لازم ننتبه لأنه التنمر ده لأثار كارثية على حياة الأطفال أو الشباب من أسباب الأخرى لموضوع الانتحار هو الاغتصابات الجنسية الاغتصاب اغتصاب الأطفال وخاصة من المحارم وأيضا المراهقين التعديات الجنسية عليهم إذا كانوا شباب إذا كانوا بنات الكلام ده كله بينتج اضطرابات نفسية وفكرية وألام نفسية بتخليهم يبقوا مش عايزين يواجهوا الحياة وخاصة لما بتبقى من المحارم عشان كده ده سبب من الأسباب اللي بتخلي مجتمعاتنا ما تتكلمش في الموضوع ده ما تتكلمش في أسباب الانتحار طيب خليني أخد المكالمة دي أهلا بيك أخ سام تفضل قالوا مساء الخير أختنا مساء النور أهلا بيك تفضل أنا نفس الحديث اللي تحدثت عنه عن الانتحار أنا يعني شوية أنا مريض نفسيا وعم بتعالج هون بالوليد ماشيقين ويعني نشكر الله إنه عم بتحسنوا كمان هون بالمؤسس اللي عم بتعالجني عم كتير أنا مرتاح وعم بيدهرونا كل يوم بيدهرونا يعني بيخلونا نشوف أنا ما بشوف العالم أنا صري عشرين سنة بأميركا يعني ما لعندي لصداء ولا عندي أي شي بالمرة أنا كنت إنساني من الشغلي عبيتي ومن بيتي عشغلي وصارت ومشي معي صارت من نوع الاكتئاب وهذا ورحت لأسئلت رحت على المؤسسة في مؤسسة عنا بالولاية عم برحلك كل شهر الحمد لله عم بتعالج هيا كتير خير الله بيدهروك كل يوم يعني كتير كتير أنا ممصوبة معهم سيم أولا قبل ما تكمل أنا يعني عايزة أشكرك شكر خاص جدا إنك تكلمت عشان تشارك خبرتك الشخصية أنت بتشارك ألامك مع الناس بانفتاح ده حيشجع الكل إنه يواجه الأمر ويشوف رجاء في التقدم والتغيير أنا بشكرك جدا حقيقي طيب كمل تفضل يعني كتير أنا لما كنت لما كنت بلدين قبل ما إيجي على الولايات المتحدة أنا من الأصناف اللي كنت يعني مسأت داية وهكي يعني مسكرت الدنيا بوجه بروح بروح أزور قبر أمي وقبر بي واختي برجع مرتاح يعني بعض ربع ساعة بعض برجع على البيت مرتاح الناس كل شي رع علي لأنه بيبغى على المقبرة بياخد عبرة إنه يوم من الأيام بدين نزل لهم أوكي سام أنت من أصل مسلم ولا مسيحي أنا أنا مسلم أنت مسلم الفريق بيقوله أنك أنت بتقول أنك عايز تقبل المسيح ايه طبعا طيب أنت بقى لك قد إيه بتتابع يا سام أنا أصدقين أنك دائما بحضر الحلقات تعولك يا أخت أماني أول شي بديلك إنه بس نتمنى من المخرجة حطنا دائما رقم التليفون عم بلاقي صعب برقم التليفون نحطه على الشاشة أوكي هي موجودة هو أو بنحطه كثير عشان أرقام كثير أوكي لا بس لما بحكي من ماشي جاي داخل أمريكا آه أوكي أوكي لازم أكيد فيه تليفون لأمريكا والواتساب برضو تقدر تتصل بيه ببلاشه محدودة على الشاشة طيب يا سام ايه اللي جذبك للمسيح بلا حذرتك دائما عم تطلع عم تقنعيني للصراحة يا أوكي اللي جذب عم تطاردية هاي دي حقيقة نحنا وصلناها المسلمين نعم نحنا لأنه نحنا ما بيمفكر بصراحة بحكي فيها بكل صراحة أي ده صحيح ما بيمفكر صحيح نحنا أنت حضرتك لما بتطلع بتشرحي وكل شيء على التلفزيون أنا بكون يعني بنتر الحلقة تعييتك مناطرة الله يخلني بس يا سام أنا أقول لك حاجة أنا يعني عايز أخد وقت معاك وسمحوني أنه وقف بس تكملة الحلقة لحد ما تكلم معه سام لأنه سام مثل لشفاء الله سام أنا اللي بشرحه هو اللي عمله ربنا في حياتي المركز دائما هو المسيح كلامي كله اللي عمله المسيح فالنهاردة أنا بدعوك أنك تشوف المسيح مركز لحياتك الشخصية أنت علاقتك بيه أنت هي اللي حتشيلك وتشفيك وتخلصك لازم يكون الكلام اللي أنت بتسمعه يترجم لإيمان في قلبك أنت بصورة شخصية أنت موافق على كده أكيد أنا عم بتغير شوي شوي بكلامك يعني شوي يعني أنا بمبسط بكلامك اللي أنت تعطيه بتترجمي بترجمي المياه حصل ببساطة هكي حتى نفعه في اسمي يسوع محبة المسيح مش محتاجة شرح كتير الله أحبنا حتى الموت بذل نفسه لكي يعطينا نحن حياة فأنا النهاردة بقولك أنه ربنا عايزك يكون ليك حياة وحياة أبدية معاه ويكون ليك حياة أفضل حسب كلامه هو مش كلامي أنا أمين فلو تحب تصلي معايا قول ورايا أمين أمين يا رب يسوع أشكرك لأنك أنت مخلصي يا رب يسوع أشكرك لأنك أنت معطي الحياة أشكرك لأنك أنت من الحياة أشكرك لأنك أنت سبب رجائي أتوب أمامك أتوب أمامك عن كل خطايا عن كل خطايا وأقدم لك قلبي ونفسي أقدم لك قلبي ونفسي اقبلني اليوم ابن ليك اقبلني اليوم ابن ليك أمين في اسمي يسوع أمين شكرا لك سام خليني أصلي من أجلك في اسم يسوع رب إحنا بنصلي النهاردة شفاء كامل لأخونا سام وإنك تعطيه نعمة وفرح وسلام وليعرف يا رب قمته في عينيك أنت ومحبتك الخاصة لليوم يا رب في اسم يسوع وإنه يكون أيضا صوت يحكي قصة شفاءه للكاثرين ويكون سبب في خلاص الكاثرين أيضا في اسمي يسوع أمين 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 يا سام أنا فرحانة بك خالص وإكتب لي على الواتساب ونقدر نتواصل بعد الحلقة إن شاء الله شكرا لك أمين أشكرك طيب يا رب ليك كل المجد حقيقي النهاردة كل كلمة في الحلقة دي أنا عارفة إن ربنا بيوجهها ليك أنت وليك أنت الله عايز يعطيكم مخرج من اللي الشيطان بيحاول يعمله العزلة العزلة الشيطان دايما عايز يعزلنا عن عن الله أولا عايز يعزلك عن معرفة الله عايز يعزلك إنك تعرف إن الله مصدر القوة اللي في حياتك عايز يعزلك إنك تعرف قيمتك أنت في عينين الله عايز يحطك لوحدك علشان لا تجد رجاء فالعزلة أيضا من أسباب الهمة اللي بتخلي الناس يبقى عندهم اتجاه للانتحار نكمل أيضا من أسباب الاتجاه لفكرة الانتحار هو الشعور بعدم القيمة والأهمية لأنه عندما ننتهك جسدا ونفسا وطبعا بتتأثر الروح بالحاجات دي اللي بينتج عن الكلام ده والأعمال الشر دي في حياتنا إنك أنت وأنا بننظر لنفسنا بصورة دونية بسبب كل بقى اللي تكلمنا عنه قبل كده إذا كان اغتصاب إذا كان تعدي جنسي لفظي عنف وخاصة العنف على الأطفال موضوع الدرب الأطفال اللي بناخده على طول مصدره الإسلام اضربوهم عشان يصلوا اضربوهم عشان يطيعوا الله مش عايزك تضرب ولا عايزك تضرب ابنك ولا بنتك عايزك تحتوي عايزك تفهم عايزك تحب كل ده بيسبب عدم رجاء داخل النفس الإنسانية أيضا من الأسباب اللي أظهرت جدا موضوع الانتحار في السنين الأخيرة كان كوفيد العزلة اللي كان فيها الناس في كوفيد والحالة النفسية لفقد أحباء كاثيرين والعدم معرفة إيه اللي هيحصل لك بكرة مثلا ده سبب حالات نفسية من العزلة والاكتئاب والانهيار النفسي وعقليات بقت سودوية شوية أكتر وأيضا انحصار حياتنا في إننا طول النهار كنا يا إما على التليفون يا إما بنتفرج على حاجة يا إما بنعمل محادثات على السوشال ميديا وأحيانا كثيرة السوشال ميديا اللي فيها محادثات مع الشباب الصغيرين إذا ما كانتش فيها رعاية من الأهل بتاخدهم لأماكن كتيرة مقارنات وإزاي يقدروا يشوفوا مثلا أنه دول عايشين حياة أفضل مني أنا ما عنديش أصحاب أنا غير مقبول أو مقبولة وهكذا دي من الأسباب الكبيرة في السنين الأخيرة أوكي خليني أخد مكالمة تانية الأخ عبد النور أهلا بيك سلام المسيح أهلا بيك يا عزيزي تفضل على كل حال أول مرة نشارك بالمباشر يسعدني جدا كل حبائبنا من الجزائر أهلا بيك أخونا ربي أخونا بيك أخونا نقول لك بكل صراحة أخونا بيك أخونا خطط نسبة العبيرين يعني في الجزائر واحد من أشخاص أنا أختي هذه سنوات الآن هذه الأسبوع فقط أختي وقالي مشكلة المنزل وقالي مشكلة المنزل لأنني أرطوا أني المسيحي وتردوني من المنزل بالشارع بكل فرح وقت نعم أوكي أوكي أنت خليني أتأكد أن أنا سمعتك كويس أنت بتقول أن أنت عابر وأنه دلوقتي مشكلتك أنك بلا منزل وأنه أهلك تردوك من المنزل لأنك عابر نعم نعم تردوني بعدين رحبت كل كنائس في الجزائر طبعا عارف مشاكل الكنائس عملنا حلقات عليها وأتمنى أسمع منكم أكتر اللي بيحصل نعم بالضبط لكن أسف شديد أختي ولا كنيسة في قبل حتى مساعدات حتى ولا كان مساعدة بطيطة ولا شخص كنت في السابق كنت نوقف مع الكل كنائس فقط هي الكنيسة الكاتوليكية هي فقط كثير أشخاص ساعدوني حتى 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 مثل بلغ بسيط هو مساعدة قليلة فقط حتى بش رجعت المزل طيب شوف عبد النور نعم شوف عبد النور اتصل على الواتساب ولا على الارقام العادية على عادي طيب لو سمحت طيب لو سمحت هرجعه لكم تاخدوا منه الرقم تتأكدوا انه معايا الرقم علشان اكلموا بعد كده عبد النور انا عايزة قبل منقلك للستوديو مرة تانية عايزة اقول لك انه ما تزعلش من الاخوة لو مش في ايدهم يساعدوا لكن الله يجد لا انا خليني بس اكمل الكلمتين اللي عايزة اقولهم لك الاول الله سيجد لك وانا بنفسي هاتصل ببعض الاخوة على الارض ونقدر نشوف ايه اللي هيحصل نشكر الرب على اي كنيسة تفتح الباب اكي اختي اختي انا سماعك تفضل نعم اختي انا الان في المنزل لكن في المنزل هما ترضى لي يعود الاسلام او ممكن يعود يتردوني لكن الان انا اختي بحيرة في عمري مارس وفدقين مارس اوكي بكل صراح اختي لأ انت رجعت البيت بتقول نعم رجعت البيت الباري حار اوكي لكن الان مغلوقة الشقة تاعة مغلوقة بين تتاح وما اختي حتى الشارع انا اشخاص ايضا طيب انا انا هكلمك تاني هكلمك تاني عشان افهم منك بعد الحلقة على طول هكلمك تاني عشان افهم منك الموضوع بالتفصيل وفي اسم يسوع الاخوة جسد الرب في الجزائر هنلاقي لك حل في اسم يسوع المسيح اللي بيقول كده الكتاب عنه انه على اسمه الامم كلها تعلق رجائها انت ابنه انت عبد النور ابنه اخترته بقراتك وديته قلبك لا يمكن يتركك اشجعك عبد النور انك لا تنكر المسيح لأي سبب من الاسباب لو كنت قاعد في الشارع هو جنبك وسيجد لك مخرق كي سمعني نعم نعم اخت بالضبط هي الكنيسة هي هي مشيش هي مشي لشخ او لبلد محدد الكل الالم الكل سهرية رب يسجل كل شخ امين انا انا اجد اعطل الاتحية امين انا باشكر رب من اجلك انت بقى لك قد ايه عابر الان تقريبا تمس سنوات او اكثر مجد للرب اوكي هتصل بك بعد الحلقة على طول يا عبد النور اشكرك وبصلي من اجلك يا رب لي كل المجد في حياة اخونا تقدروا تنقلوا ام وانا بصلي له يا رب احنا بنضع كل اموره امامك بسألك تحفظ نفسه فكره عقله يا رب بكل احتياجات وانت اللي بتسددها رب ارسل معونا لي الان في اسم يا سوح امين امين طيب ام ام لأي شخص بيمر اي عابر وعابرة لو انت بتمر بالزروف دي ام عبد النور لو انت سمعنا ارجع تاني للستوديو او اتصل تاني عشان نقدر ناخد رقمك ام طيب عايز اقول لكل عابر وعابرة بيسمعوني النهر ده لو بتمر بنفس الظروف اعرف انه الله سيجد لك مخرج لا تيأس هو اللي بيمهد امامك الطريق في اي مكان تكون فيه حتى لو الطريق يبدو صعب ام خليني انا عايزة ام يعني اتكلم على مش حالة مش حالة كم اتكلم في كل الموضوع انا هعمل حلقة تانية الاسبوع اللي جاي في نفس الموضوع نتكلم فيه عن حلول اكتر وامور يعني ممكن معرفتنا لها تغير حياة اولدنا اولدنا وتعطيهم حياة اوكي فيه نوع تاني من دوافع الانتحار بيكون نقدر نقول عليه دافع انتقامي الى حد ما زي ايه مثلا زي انه يعني حد يبقى طردك من الشغل مثلا فالناس تروح تنتحر امام العمل ده زي مثلا ما حصل في تونس الشخص اللي حرق نفسه اعتراضا على اللي بتعمله في الحكومة او على الاحتياجات الشعب مثلا ده نوع من الانتحار مش مش مصدره فقط اليأس ولكنه ايضا انتقامي حتى يندم ال انا موجه له هذا النوع من الانتقام لازم وقف هنا وقول حاجة ان الشخص اللي اذاك موتك مش هيخليه يندم على فكرة عادة انا بتكلم على اشخاص بقى مش حكومات يعني الحكومات بتتغير بعمل الاشخاص وجودك انت يغير الحكومة مش موتك عملك في اتجاه ايجابي يغير الحكومات لكن خليني اتكلم على مثلا عائلات لو في حد اعنف حد مثلا بنت بتتضرب كل يوم من ابوها فتقولك طب انا حولع في نفسي عشان قاطر يندم هي مش بس عشان تخلص من القلم ولا جزها ولا لا هي ايضا بتقول طب انا حوريك انت عملت كده فيا انا حوريك بقولك انه دا لا يؤثر في الشخص اللي انت بتقول الازاكي لانه هو نفسه شخص مكسور ومتقلم وشرير فانك تفقد او تفقدي حياتك دا لن يؤثر في الناس دي دا نوع لو اعتراضك على اللي بيحصل في حياتك انك تقذي نفسك فده مش فكرة الله ليك اعتراضك على اللي بيحصل في حياتك لازم يدفعك انك تغير مجتمعك فيه نقطتين تانيين مهمين المنتحر نفسه واللي بيسيبهم وراه المنتحر المنتحر بيبقى عنده او محاولات الانتحار بتخلي الانسان يعني بيبقى عنده قلم حقيقي هو عايشه فعايز يسكت القلم ده فعشان يسكت القلم هو شايف انه الحل هو الموت الموت حل ابدي نهائي ولكنه حل نهائي لمشكلة مؤقتة العبارة دي عبارة مشهورة عند ناس كثير بيتكلموا في امور الانتحار ده مش تعبيري انا الشخصي لكن كان ممكن انسيبه لحد لو انا عارف مين بالضبط اللي قالها لكنها عبارة معبرة جدا الانتحار حل نهائي مؤبد دائم لمشكلة مؤقتة او لمشاكل مؤقتة طيب خليني اخد المكالمة دي معنا اخ من العراق اهلا بيك تفضل سلام المسيح معك اخونا تفضل اهلا بيك سلام ونعمة مساء الخير سلام ومحبة الرب معاكم مساء المور انا طبعا حاب انه اكو كلام حاب يعني سمع سمعيكم ماذا ممكن تفضل هو عبارة عن شوية قصيدة حابيت اكتبها عن عابر المسيح يعني طيب لو قلتلي بتين ثلاثة من القصيدة بالكتير عشان انا قدامي دي تين ثلاثة ويقفل البرنامج بس بس ممكن تبعت هالي انت عابر بالك قد ايه تقريبا 9 سنوات اهلا بيك بيت او اتنين اختار بيت او اتنين تقولهم لي وبعدين بعتلي القصيدة وننشرها تفضل تمام بغير وقت اتصل باشر معكم همين حلقة اتصل على باشر نعم باشر غدا معكم حلقة على غدا لا الحلقات مباشر يوم القو معه فقط يعني اتواضح تفضل اتواضح احبه لا تكره جزد الرب بفعالك تفرح عيش الانجيل بفعالك وبالكلمة بشر لاخوانك حب الناس اللي يكرهونك وتواضع للي يبغضونك لا تلفظ كلمة مو حلوة رب يريدك تصبح قدوة قدوة للناس بفعالك وبالكلمة تبشر لاخوانك وتنطي الناس اللي يسئلونك تخلي الفقرة بين عيونك وتحب وتغفر وتسامح وما تترك كل واحد طايح المسيح بدم الغطان هاللويا ممكن تبعتها لي على الواتساب لو سمحت عشان فاتني منها جزء وبشكرك جدا وهو ده فعلا الإيمان المغير الحقيقي اللي بيشلنا من اليأس إلى الرجاء في المسيح الرب يبركك اخونا العزيز شكرا على مشاركتك اهلا اهلا بيك اوكي يا جماعة انا هرجع فضل لنا يمكن خمس دقايق او اقل عايزة ارجع للتنبيه ده الانتحار حل نهائي دائم لمشكلة مؤقتة هقول لكم قصة وهاختم بالقصة دي في شخص من من امريكا راح على كبري الكبري الدهبي المعروف جدا في سان فرانسيسكو ده وقفز من فوق الكبري ده طبعا القفزة رهيبة جدا بيقول الشخص ده لانه عاش بيقول ايه بيقول انه اول ما ده ثابت الصور بتاع الكبري اكتشف في ثواني انه كل المشاكل اللي هو بيقتل نفسه عشانها دي مشاكل ليحل هي دي الحقيقة اللي الشيطان عايز يشيلها من امامك ويخبيها عنك كل المشاكل الارضية مشاكل لها حل المرض ممكن يشفى الفلوس بتروح ويتيجي فقدان الاهل او الاحباء الله يشفيه ويعوضك ويعلمك تبقى قوي ويعلمك تبقى قوية في الوسط في وسط الازمات نظرتك لانه مفيش امل في بكرة لانه الامل انت وضعه على اشياء اشخاص ظروف اشياء معينة انت عايزها او انت عايزاها ما هياش متعلقة بشخص الله ففي لحظات في حياة الانسان يا اما انها تبقى لحظة فاصلة للرجاء والامل والبناء والحياة ايه او انها تبقى نهاية دائمة مظلمة معتمة مش لك لوحدك انت وكاثرين اقولكم سورة تانية اشرح لكم اكتر في الحلقة القادم في كاتب سيناريست كاتب فكرة عن شكل الانتحار بيقول كده بالتعبير بسيط يعني انه المنتحر عامل زي انسان انتحاري بيفجر نفسه في مكان لكن المكان ده مليان باهله المكان ده مليان بالناس اللي بتحبه المكان ده بيأثر وبيدمي القلوب اللي عاشت عشانه واللي عاشت تحبه واللي حبت انها تعتني به ولا يعطي فرصة للشفاء لا لي ولا للناس دي الموضوع ده فكرني يعني وقفني لانه الانتحار مش حل في ذهنك انت او في ذهنك انت هو حل لكن لا هو مش حل هو نهاية مؤلمة لحياة الله اشتراها او عايز يشتريها وهروب من مشكلة الى مشكلة اكبر ومشاكل اكبر في حياة الكثير ربنا النهاردة عايزك تتعلق بالرجاء فيه تغير ذهنك وفكرك وتعطيه اللي انت مش قادر عليه المسيح علمنا انه احنا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين ده هتقدر تعمله لما يكون المسيح مركز حياتك لما تقول يا رب زي ما سام قال كده يا رب انا عايزك انت انا عايز معك انت فتهون عليك كل حاجة في الدنيا حتى القلم اللي انت بتمر بيه لانه هو اللي يعطيك الشفاء والغفران والسلام والمحبة والرضى والقبول واحتمال الظروف كل ده مصدره فقط المسيح الاله المحب اللي بيقولك انا اديتك روحي عشان اكون انا عايش معاك انا بنفسي بكل قوتي بكل قدرتي انا عايش معاك اللي بيقولك انا عارف الطريق اللي انا رسمته امامك طريق لخيرك لرجائك لمستقبلك لانك ابني ولانك بنتي بصلي من اجلكم جميعا وبشكركم على حلقة النهاردة ومشاركتكم وبنتظر ان احنا نكمل الحلقة في الاسبوع القادم امين شكرا